ورمضان أعتقد شائك شوية لأن المبلغ أساساً هو مبلغ كبير تمام والله إحنا عرضنا الأمور كلها عشان الناس تبعارفة إيه اللي بيتم خلف الكواليس طيب إحنا عندنا طبعاً ذكرى مباراة ريال مدريد لو تفتكر وإنت حراك كنت واحد من ضمن اللعيبة اللي شاركوا في هذه المباراة المهمة جداً كنت كابتن النادي الأهلي وكنت مكلف تقريباً أنت مسج زيني دين زيدان واحد من أفضل اللعيبة اللي لعبه في كرة قدم في العالم والمدير الفاني ريال مدريد دلوقتي وكانت مباراة القرن ما بين ريال مدريد والنادي الأهلي يعني ذكرياتك مع هذه المباراة وتكليفك بمراكبة زيدان وطبعاً كان منويل جزيل حقيقة كان مهيئنا بشكل كويس جداً في هذه المباراة رغم طبعاً الضغطات الإعلامية اللي قبل المباراة النادي الأهلي هيواجه يعني ريال مدريد من أقوى فرق العالم أول مباراة جزيل آه بالضبط وكان أول مباراة لي هو طبعاً جزيل من المدربين العبقرة اللي عندهم فنيات عالية جداً وعندهم رؤية وبيعرف يتعامل مع نفسية اللعيب بشكل كويس فهو شاف أن اللعيبة النادي الأهلي في الفترة دي يعني بتسمع كتير للإعلام وشايفاً أن المباراة كبيرة فهو قال يعني اتكلم في نقطة وقعد يركز فيها في الوقت اللي قبل المباراة بشكل كبير جداً اللي هي أنتوا أعملوا اللي تستطيع أنتوا تعملوه أنت مش هتخسر حاجة النادي الأهلي مش هيخسر حاجة لأن لو خسرت من ريال مدريد ده في كرة القدم كأعراف في كرة القدم شيء عادي ممكن تحصل ما فيهاش مشكلة فأنت مش هتخسر حاجة أنت نازل كسبان أنك موجود بتتوج أن أنت بطل أفريقيا وأن أنت موجود وأن أنت متواجد وأن أنت يعني لمقاوية النادي الأهلي وأن أنت لك قدر كبير جداً فبالتالي النادي الأهلي إحنا نزلنا كلعيبة بهذه النفسية فكنا بنلعب في الملعب بدون ضغوط واللعيب لما يبقى بلعب بدون ضغوط بيتحرر من أي مشاكل ذهنية بتخليه مش مركز في الملعب حقيقة زين دين زيدان من اللعيبة اللي أنا كنت بلعب قريب منه كنت ملاصق ليه في المباراة بشكل كبير جداً إمكانياته طبعاً الجثمانية والفنية والبدانية عالية جداً عنده قدرات عالية قوي من اللعيبة الكبار يعني اللي بتحس بتلعب مع لعيب تقيل في الملعب لا وكان روبيرتو كارلوس موجود روبيرتو كارلوس طبعاً موجود وكارانكا وكاسياس صحة بس لعيبت النادي الأهلي في ذلك الوقت يعني في لعيبة كانت لسه جديدة موجودة بتلعب على فيجو سعيد عبدالعزيز مثلاً الباكليفت بلعب على فيجو وبتدأ أول عشر دقائق روبع ساعة وبتدأ إيه يعني رهبة المباراة روح من عنده وبتدأ يشتغل وعد من فيجو في كذا كورة وبتدأ يتعامل بشكل كويس حسام غالي انطلق في نص الملعب بشكل كبير جداً بيبو خالد بيبو مجموعة من اللعيبة خالد بيبو معيب متمائي خالد من اللعيبة الحريفة اللي عندهم سرعات عالية جداً اللي يقدر بيوصل للجنف في لحظة قدر يعمل مواقف فنية عالية جداً مع ريا المدريد هم استغربوا حتى من الأداء لعبة النادي الأهلي في هذه المباراة والنادي أهلي يعني ما كانوش متخيلين نادي الأهلي بهذه القوة وعنده مدير فني عنده ثقة في لعبته بالشكل ده تمام قبل مطلع فاصل كان معايا كابتن أحمد الكاسم بارح وكلمنا على ذكريات فريق الأحلام لنادي الزمالك والمباراة الشهيرة مباراة 3 واحد وهي ضربتين جزاء بيحرزهم هادي خشبة يعني بالصدفة برضو أحمد الكاسم هو اللي أحرز الهدف الجميل بتاعناد الزمالك كابتن حسام حسن أحرز هدف وكابتن هادي أحرز هدفين يعني أنتو التلاتة كنت معانا من فترة قريبة جداً يعني ذكراتك مع المباراة دي بالأخص يعني أن الأهلي جيلوا ضربتين جزاء وأنت تخش تشوت الأولانية وتخش تشوت التانية فأعتقد ده هدوء كبير حتى ما كنتش بتبالغ بفرحتك كان الماتش ده كان ماتش بالنسبة لي مهم جداً لأن طبعاً أهلي وزمالك حاجة كبيرة لأي لعب يلعب مثل هذه المباراة الكبيرة كابتن أحمد الكاسم من اللعبة الموهوبة جداً سوابق على مستوى منتخب مصر أو نادي الزمالك أو طبعاً الأندية اللعب فيها في الأولمبيو يعني من اللعبة التقال قوي يعني الفنيين عالية جداً وكابتن حسام حسن برضو كذلك